أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة متابعة التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات وجاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة أليات التعامل مع تدعيات الأزمة على قطاع العقري وأشار مدبولي إلى أن هناك توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تأسير إجراءات التمويل العقري من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد دم من مقاتل قوات المظلات وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العام لقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات وخلال اللقاء نقل القائد العام لقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال المظلات مشيدا بما قدمونه من تضحيات وتنفيذهم لمهمهم بكفاءة واقتدار أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يينس ستولتنبرغ أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر أشهرا أو حتى سنوات وأكد ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بريكسل ضرورة الاستعداد لمسار طويل من الحرب في أوكرانيا من حيث تقديم الدعم لكيف والاستمرار في العقوبات والتعزيز دفاعات الحلف وأضاف أمين عام حلف الناتو أن قوات الروسية تستعد لهجوم كبير شرق أوكرانيا إلى هنا انتهى مجزء السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء